لم تختلف أجواء أول أيام عيد الأضحى المبارك في محافظة الطفيلة عن باقي محافظة المملكة حيث قام المواطنون بأداء الشعائر الدينية والعادات والتقاليد الخاصة بالعيد استهل ألاف المواطنين في محافظة الطفيلة عيد الأضحى المبارك بأداء صلاة العيد في المساجد والمصليات التي حددتها مديرية أوقاف الطفيلة المواطنون استمعوا إلى خطبة العيد التي دعت للتواصل والتراحم وتعميق روح الإخاء والمحبة بينهم وسط أجواء من الرحانية والفراحة هذه الأجواء الطيبة التي تقام فيها أيضا هذه الصلاة تحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء تجتمع فيها الأهل والأبناء الأطفال النساء الرجال في هذا المكان يعني تبث على البهجة وتبعت في النفس السرور وتبعت في النفس شكر لله سبحانه وتعالى على هذه العبادة وهذه الطاعة التي نقدمها له سبحانه وتعالى يحرص الناس في هذا اليوم المبارك وفي أيام عيد وفي أيام هذا العيد بمزاورة بعضهم البعض وتهنئة أنفسهم وتهنئة بعضهم البعض بهذا العيد ثم بذبح الأضاحي التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى وبعد أداء الصلاة والاستماع لخطبة العيد توجه المقتدرون من المواطنين في الطفيلة للبدء بأهم شعائر العيد ألا وهي تقديم الأضاحي قربانا لله تعالى وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين بالإضافة إلى ممارسة العادات والتقاليد التي ارتبطت بحلول الأعياد الذي يتجول هذا اليوم في محافظة الطفيلة سواء في هذه البلدة عين البيضاء أو في غيرها يجد هذه الشعيرة مطبقة فعليا والناس يتسابقون في شراء الأضاحي وأيضا يتسابقون في اختيار الأفضل عيد الأضحى هو يوم الشعور مع إخواننا المعوزين والفقراء لذلك يتقدم مسلمون دائما بذبح الهدي والأضاحي شعورا منهم مع هذه الفئة ونظرا لتناسق المجتمع في محافظة الطفيلة فإن الكثير منهم يتزاورون ويتبادلون التهاني بالعيد كما أيضا يتبادلون الجلسات العائلية والجلسات الأصدقاء والأخوة والأحبة المواطنون في الطفيلة عبروا عن فرحتهم بحلول العيد متمنيين أن يكون عيدا سعيدا للأمتين العربية والإسلامية وأن تعود هذه الأعياد في جو من الأمن والأمان والاستقرار والترابط الذي تشهده المملكة